يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 جاي النهاردة فاطفض معاكو اوي بس قبل ما فاطفض منذ ثواني ثواني قليلة جدا رابط الاندية طلعت قرار انها هتستكمل مباراة سموحة وبرامدز من الديع 49 المباراة اللي توقفت يوم الثلاثة اللي فات على استاد برج العرب بسبب قطع فيه برج العرب اجبا استاد اسكندرية هي هتلاعب يوم الثلاثة في استاد برج العرب بس هو طبعا الواقع كان في استاد الاسكندرية مش هلعبوها في استاد اسكندرية هلعبوها في استاد برج العرب هتقولين نص يا جماعة قالك بناء على ما حدث اثناء مباراة سموحة وبرامدز يوم الجمعة الموافق 28 ستة من توقف المباراة في الديع 49 من زمن المباراة قرارت ادارة المسابقات اعادة لعب ما توقع من زمن المباراة القانوني بنفس الظروف التي انتهت اليها المباراة في الديع 49 بنفس اللاعبين الموجودين في الاسكورشيت والتبديلات والانزارات والطرد التي تمت اثناء اقامة المباراة ويقام ما توقع من زمن المباراة يوم الثلاثاء الموافق 27 طبقا للآتي هي دي بقى المباراة بس هتقام على استاد الجيش برج العرب الساعة 8 مش استاد الاسكندرية طيب في بس تفصيلة هنا انه اه بنفس اللاعبين يعني بنفس اللاعبين ده معناها ايه معناها انه هيلعب سوان يا جماعة على اللايحة دي هيلعب ب11 لاعب وصعد 10 لاعبين عشان السموح كان اضطرد منه الهاني سليمان مع نهاية الشوت الاول وبالتالي 11 ضد 10 طب هتقول لي سؤال منطقي جدا الايام دي مثلا القليلة دي اللاعيبة اللي كانت بتلعب في المباراة وقالك بنفس اللاعبين ما هو مش هينفع بنفس اللاعبين اللي صعد بسيط جدا ممكن لعيبة عندي في التمرين هقولك انه جاله شد ما هو مش هينفع يلعب بقى اعطاك النفس الظروف في المباراة بقى 11 ضد 10 11 ضد 10 لكن هتلعب بنفس اللاعبين انت بقول اللي عنده اصابة هيحصل يعني بيحصل في التامنات ما عندهش اصابة يعني موجود على السكورشيد ما اخد بالك بقى موجود على السكورشيد وبقى موجود في قيمة المباراة بس اعاد عدك هتقول لا تعال بقى نزله ده اللي كان بيلعب مسهلا يعني بس اكيد مش طاقف تفرض الجزئية دي بس 11 ضد 10 ده المنطقة جدا طيب تعليق انا عالقرار ده هو عادل جدا عادل البيرامدز وعادل الاسموح يعني حتى لو انا لسه ما عرفش بقى طبعا ردود افعالي النديين بس لو البيرامدز كانت اتعادلة المباراة زي ما قلت لكم انبالح كان هيبقى العادل نقص ليه؟ انا متعادل وبلعب قدام فريق منقوس وبلعب بره ملعبي يعني بلعب على ارض المنافس فانا مليش دعو بالله حصل فانا عايز ايه؟ نتيجة المباراة بره من زال كده انا شفتها تبقى ظلمة من ناحية التانية لسموح اللي هو كمان ممكن يقولك لا عدل المباراة بالكامل برضو هيبقى بيبالغ فانا رأيي ان ده حل وسط للطرفين طيب حل وسط للطرفين بس في نقطة في منتهى الاهمية عفوا يعني يعني فيك انا الرأي ده اللي هو بتاقي عادت المباراة انا قلت انبارح قلت والافضل لكل الاطراف ان المباراة تستكمل عفوا مش تعادل تستكمل المباراة ده الحل العادل اللي عملته الرابطة ولجنة المسابقات دلوقتي بس الحل العادل ده ولسخرية القدر مش موجود في اللايحة هتقول اللايحة جماعة يعني فيش حاجة في اللايحة بتقول نستكمل المباراة هتقول اللايحة وتعالي ورديك احنا عندنا حاجتين في اللايحة في جزء اللي هو علاقة بعدم اجتمال المباراة اللي هو قالك ايه في حال انقطاع الجزء التاني في حال انقطاع الطيار الكهربائي لمدة 45 ديها متصلة او متقطعة في المباراة اللي تطلع بتحت الاضواء او في حالة انخفاض الاضواء بما لا يمكن لحكم المباراة من استكمال المباراة يعتبر الفريق صاحب الملعب مهزوماً بنتيجة اتنين لشيء اياً كانت نتيجة اللقاء ولا يعتبر انقطاع الطيار الكهربائي زرفان كهرين ده جزء اللي بيستاني دقي ليه ايه بيرامدز اللي بيستاني دقي ليه سموحة في حالة تعطل اي مباراة قبل انتهاءها نظراً لزروف كهرية سموحة شايف انه الحريق ده يعتبر زرف كهري فتعادل المباراة في موعد تحدده ادارة المسابقات وفي حالة رفض احد الفرق اعادل المباراة تطبق عليها اقوبات الانسحاب طيب هنا بقى هنا هنا في اي حاجة بتقول نستكمل المباراة لا ده معناه ايه معناه الكسور الدائم في اللوايح عندنا احنا مش مغطين كل حاجة مش مغطين الاحداث المتوقعة كلها مش عارفين نغطي ده ومنعرفش نعمله طيب القرار اللي خده او خدته لجنة المسابقات ورابط الانداء دلوقتي سهل جدا سموحة تطعن فيه وسهل جدا بيرامدز يطعن فيه هيقولك ده مش موجود في اللايحة ما انت جبتوا منين بقى نستكمل المباراة دي طيب انا لو مكان سموحة وبرامدز بالحب كده وبالود نمشي امورنا ما نعملش قزم لو مكانهم يعني بس برضو لو كل واحد دور على حقه مش هقوله لأ انت عملتها غلط دي نقطة ترجمة نانسي قنقر